دعت حرامو صاحب السمو حاكم الشرقة سمو شيخ جواهر بن تمحمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين إلى المزيد من التنسيق والتعاون بين قادة العالم والصناع القرار والمنظمات الدولية والإنسانية لحماية الأطفال من العملة المبكرة التي تنتقص من حقوقهم في التعريم والعلاج والرعاية الأسرية والاجتماعية وقالت سموها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق الثاني عشر من يونيو من كل عام إن الانتهاء من ظاهرة عمالة الأطفال يتطلب معالجة المسببات المادية المتنوعة لهذه الظاهرة وفي مقدماتها النزاعات والفقر والتغير المناخي ومحدودية الواي بالحقوق والواجبات للفئات الاجتماعية كفة